ما جاء في الصحف المختلفة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم من موضوعات تصدرت فعليات الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي تصدرت اهتمامات وعلوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم تمت صحيفة الأهرام بالمؤتمر الجماهيري الذي عقده صباحي أمس بالبحيرة والذي طلب خلاله المصريين في الخارج بالاستثمار في مصر وتعهد بتوفير حوافز جادة تحمي استثماراتهم حال فوزي في الانتخابات من جريبي تعهد سيسي أمس أمام مؤتمر أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن يشعر المصريون بتغير حقيقي في مناحي حياتهم خلال عامين مؤكدان أنه بحث مع صفوة علماء مصر في الجيولوجيا وضع خريطة لسروة الطبعية التي يمكن استغلالها صحيفة المصر اليوم أجرت حواراً مع اللواء خالد متولي مدير الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة والذي أكد خلاله أنه سيتم إحباط أي محاولات لتعطيل الانتخابات الرئاسية بالانتشار السريع قال متولي أنه تم تكوين وحدات انتشار سريع هدفها فض الشغل وتحقيق الأمن للمواطن خلال وقت قريب ستغطي جميع أنحاء القاهرة مضيفاً أن هذه الوحدات تقودها مجموعات على أعلى مستوى من التدريب والتسليح وأنها ستشارك ضمن منظومة القوات التي ستقوم بتأمين الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع القوات المسلحة صحيفة الأخبار ذكرت أنه مع اقتراب موعد تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من الخامس عشر إلى الثامن عشر من مايو الجاري بدأت في سفارات وقنصليات مصر في وضع اللمسات الأخيرة فيها استعداداً لاستقبال المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم أضافت الصحيفة أن اللجنة قامت بوافاة وزارة الخارجية بنبوذج بطاقة الاقتراع لتقوم بدورها بتوزيعها على السفارات والقنصليات المصرية التي ستقوم بتبعاتها بأعداد محددة وبأرقام فوضية لمنى إدخال أي بطاقة مزورة بصناديق الاقتراع في تصريحات خاصة لصحيفة الشروق توقع وزير الخارجية نبيل فهمي موافقة الكانجرس الأمريكية على صرف 650 مليون دولار من المساعدات العسكرية المجمدة لمصر بعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في إطار استعداد الإدارة الأمريكية للتواصل ودعم القاهرة في استكمال خارطة الطريق والالتزام بوعود تحقيق الديمقراطية من جهة الأخرى جدد فهمي تأكيدها على أن الموقف المصري في أزمة سد نهضة الإسيوبي لم ولم يتجه إلى الصدام وأن القاهرة تحاول جاهدة الدخول في مفاوضات جادة مع إسيوبيا والسودان ننتقل إلى مقالات الصحف المحلية وفيها نطلع من الأخبار تحديداً مقالاً يتحدث فيه الكاتب عن الانتخابات الرئاسية القادمة وأهميتها خاصة أنها تأتي بعد صورتين شعبيتين أطحطاً بنظامين كاملين لما يزيد من المهام الملقاة على عاتق الرئيس القادم الذي سيواجه تحديات صعبة ومهام ومسؤوليات جسيمة علينا أن نكون أكثر وعياً عند اختيار الرئيس الجديد وأن ندرك خطورة المرحلة الحالية والتحديات التي تواجه مصر وعلى رأسها الإرهاب وعبدة الأمن والأمان للمواطن والمشاكل الاقتصادية وما يصاحبها من مشاكل اجتماعية مثل البطالة وارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات الدخل وغيرها الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وما زالت تمر بها تحتاج إلى رئيس قوي يعرف قيمة الوطن والدولة ويعمل كثيراً ويتكلم قليلاً وقادر على لم الشمل وكسب ثقة الشعب ويلتف حوله كافة الفئات حتى يعمل الجميع ويبذل قصار جهدهم حتى تخرج مصر من كبوتها أما صحيفة الأهرام ففيها مقال بعنوان التعاون مع إفريقيا يتحدث فيه الكاتب عن ضرورة التعاون مع بلدان القارة الإفريقية باعتبار إفريقيا هي الفناء الخلفي لمصر الذي يجب أن يستثمر في تحقيق الاستقرار والرخاء بين جميع بلدانه الرؤية المطلوبة وبشدة هي أن ترى النخبة المصرية إفريقيا بمنظار أوسع وأن تتحول مصر وبحق إلى بوابة إفريقيا بمعنى أن يتحول مطار القاهرة إلى نقطة لا غنى عنها من أجل الوصول إلى العواصم الإفريقية المختلفة وأن تقيم القاهرة منتدا سنوي بينها وبين العواصم الإفريقية للبحث في التعاون الاقتصادي والسياحي والاستثمار والتعليم والصحة والمياه والتصنيع الزراعي والأمر الآخر أن تنفتح العمالة المصرية الماهرة والشركات والمصانع على السوق الإفريقية حيث بات مطلوبا وبشدة أن ترتفع حركة التبادل التجاري مع إفريقيا إلى 100 مليار دولار خلال سنوات وهذا الرقم على الرغم من ضخامته إلا أنه من الممكن الوصول إليه لو جرى وضع خطة عمل وتحويل الأنظار إلى إفريقيا مثل ما تفعل الصين والهند وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا نتحاول في جونتنا الصحفية إلى منشتات الصحف العربية حيث لزلت الأزمة السورية في صدارة الاهتمامات نقرأ من الدستور الأردنية إسرائيل تعلن الجولان المحتلة منطقة عسكرية مغلقة فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس منطقة معبر القنيطرة بين سوريا والجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان منطقة عسكرية مغلقة خشية أن يؤثر القتال الدائر حاليا بين مقاتلي المعراضة السورية وقوات النظام في سوريا على هذه المنطقة بأسرها الأوضاع في الإرادة المحتلة تبعتها صحيفة الخليج الإماراتية وكتبت مستوطنون يدنسون مسجد النبي يونس بالضفة واستحماية مشددة من جنود الاحتلال بزعم حقهم الديني فيه ومواجهات عنيفة بين شباب فلسطيني بما أسفر عن جرح في مواجهات بالضفة وحملة شعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة تتضمن سلسلة فعليات شعبية ومؤسستية داخل الأراضي الفلسطينية مقتلوا 12 جنديا يمنيا في هجوم انتحاري عنوان من تفاصيله كتبتها جريدة عمان التي كتبت أن تنظيم القاعدة الذي يواجه ضغوطا عسكرية شن هجوم انتحاريا ضد الجيش في جنوب شرق اليمن أمس مما أسفر عن مقتل 12 جنديا وذلك بعد أن حاول في وقت مبكر مباغتة نقطة تفتيش قرب القصر الرئاسي في سنعاء مما أدى إلى خساراته لثلاثة مقاتلين وما يزيد مع نجاح الجيش في استعادة مواقع للقاعدة في محافظتي شبوى وأبيان الجنوبيتين جريدة الحياة اللندنية ألقت الضوء على الأزمة بجنوب السودان وكتبت انهيار الهدنى يثير شكوكا في سيطرة سالفاكير ومشار على أنسارهما الأوضاع بجنوب السودان عادت إلى المربع الأول بانهيار الهدنى بعد تبادل الحكومة والمتمردين اتهمت بانتهكها هذا الانهيار أثار شكوك حول رغبة رئيس سالفاكير ميارد وزعيم المتمردين رياك مشار في وقف إطلاق النار الأمر الذي لن يحصل قبل لقائهما في أدسة بابا المسالحة الفلسطينية لم تعد ضربا من ضروب الخيال وإنما هي ضرورة تحتمها ظروف الاحتلال الذي عانت ويلته وعنى ويلاته الشعب الفلسطيني بكل توافه والآن أدركت الفصائل المتناحرة أن التوحد هو السبيل الوحيد للخروج من النفق المزلم للأزمة الفلسطينية في هذا الإطار جاء المقال الافتتاحي لجريدة البيان الإماراتية تحت عنوان لا خيار سوى المسالحة وقالته يبدو أن المسالحة الفلسطينية سلكت مسارا أكثر جدية يدل على أن الأطراف الفلسطينية أدركت ضرورة إنهاء الانقسام وأنه لم يعد أمام الشعب الفلسطيني خيار آخر سوى توحيد الصفوف والعمل من خلال قرار فلسطيني واحد بعد فشل المفاوضات وانحصار الدعم الخارجي لحركة حماس وتصاعد سياسة الاستيطان التي دوبت عليها سلطات الاحتلال لقد جرب الشعب سنوات قاسية من الانقسام وكان المستفيد الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي وحكومة أقصى التطرف اليمني التي يقودها نتنياهو ولم تكسب الفصائل الفلسطينية سوى تراجع دورها وانحصار شعبيتها وبكل المعايير لم يعد هناك مجال لاستمرار الانقسام أو تأجيل المصالحة وهو ما يبدو أن الأطراف الفلسطينية باتت مقتنعة به لا تزال الأزمة السورية تضغى على مقالة الرأي في معهم الصحف العربية لسيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمعة واستطاقاه الانتام لمعاناة ملايين السوريين خارج حدود الوطن في هذا السياق جاء مقال صحيفة القدس العربي وجاء يقول ما يميز الانتخابات السورية هو أن أكثر من نصف الشعب السوري مخصومون منها ولن يسعدوا بالمشاركة فيها أما النصف الآخر فقد بدأ حشدهم لتأييد الثوابت الوطنية على حد تعبير النظام وما يؤكد أن هذه الانتخابات السورية ليست سوى أداة لكسر الإرادة السورية التي عبرت عن نفسها بالثورة الشعبية ضد النظام في عام 2011 لقد طغت الكراهية في سوريا على أسس إثنية وطائفية ما استهدف نسيج الشعب السوري وثوابته الوطنية بشكل غير مسبوق في التاريخ فهل تستقيم تلك الانتخابات وتحقق فوزا للأسد على ناخبه بحيث يضاف هذا الفوز إلى قائمة الكارثة السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات نتحول إلى الصحف العالمية ولا تزال الأزمة الأوكرانية تحت أن صدرت هذه الصحف في صحيفة واشنطن بورس الأمريكية وصل ألاف الأوكرانيين الإذلاء بأصواتهم في إطار استفتاء انفصال شرق البلاد باعتباره الغرب وكياف غير شرعي الذي كان يعتبره الغرب غير شرعي والذي قد يؤدي إلى انفصال جديد في هذا البلد الذي يعاني اضطرابات شديدة ودعى المتمردون المسلحون المولون لروسيا السكان المؤفقة على مشروعهم لإعلاني استقلال جمهوريتين شعبيتين في بامستك ونوغانستك فيما اعتبرت وزارة الخرية الأوكرانية هذا الاستفتاء مهزمة إجرامية تنبولها روسيا الشعب السوري رصدته مجالة درج بيجل الألمانية ونطلع فيها خبر تحت عنوان بشار الأسد لا يزال يستخدم غاز الكلور وقالت فيه إنه على الرغم من تعهد النظام السوري بالتخلص من الأسلاح الكيميائية إلا أن النظام لا يزال يشن هجمات على القرى والمدن مستخدم قناب الغاز الكلور يحكم سيطرته مرة أخرى على المناطق التي خسرها أمام السور أولند يدع لقمة إفريقية في باريس لمكافحة الإرهاب تحت هذا العنوان كتبت صحيفة لومان الفرنسية وقالت يعتزم الرئيس الفرنسي فرنسواء آلين استدفت قمة إفريقية في باريس السبت القادم بالتصدي لقضية اختطاف أكثر من 270 تلميذة نيجيرية بعد أن تصعدت حدة الغضب العالمي في الأونات الأخيرة في أعقاب خطف الفتيات على أيدي جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في نيجيريا ومن المتوقع أن يحضر القمة كل من نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجير اتفاق السلام في السودان يدخل حيز التنفيذ عنوان نطلع تفاصيله من صحيفة نيورك تايمز الأمريكية وقالت بعد أن وقع رئيس جنوب السودان سالفاكير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار في أدل سبابة اتفاقاً لوقف الأعمال الحربية ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يبدو أن مستقبل الدولة الوليدة تم إنقاذه بعد خمسة أشهر من المعارك الدامية نتحول إلى مقالات الرأي في الصحف العالمية حيث رصدت صحيفة لاسان لستايمز الأمريكية مرور سنة تأشهر على المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي مصلطة الضوء على مفاجأة إيران للجميع بحرصها الواضح على التواصل إلى اتفاق بهذا الشأن حاول المفاوضون الإيرانيون الالتزام بجميع تعهداتهم في ضوء اتفاق نوفمبر المؤقت مقدمين عدداً من التنازلات حول بعض نقاط الخلاف الرئيسية وبدون أي نوع من المشاحنات التي سادت طيلة عقد كامل من المفاوضات غير المثمرة نهاية الجولة الصحفية شكراً لكم وإلى اللقاء